هناك عشرات التعريفات لكلمة الدين سواء بمعنها الاصطلاحي أو المفهومي ما هي حقيقة هذه التعاريف الكثيرة التي تتعارض مع بعضها إلى حد أن أحد المفكرين الكبار وهو طلال أسد قال بأننا يجب أن نلغي فكرة البحث عن تعريف للدين والسبب معروف وهو أننا عندما تضع تعريفا للدين ستجد أنك أخفقت في مسألة ما وتركت جانبا من جوانب الدين غير متضمن لهذا المعنى بالتالي توصل الجميع تقريبا إلى حقيقة أن التعريف الحقيقي للدين هو أمر لا حاجة له نهائيا ولا جدوى منه على الأطلاق بالتالي نحن سنواجه مشكلة كبيرة جدا ونعود إلى السؤال الأول دائما ما هو الدين برأيي أنا وجد التعريف نهائي وهذا التعريف هو مضمونة يقول بأن التعريف الدين هو سابق على الدولة وسابق على المجتمع وسابق على الفكر وسابق على أي شيء آخر الدين وفقا لتعريفي بشكل بسيط جدا ولا إضافات فيها على الأطلاق هو الدين هو القطيع ليس أكثر من هذا على الأطلاق الدين هو القطيع ولا كلمة أخرى إضافية لهذا التعريف ولا حتى إضافة من نوع القطيع البشري هذه المسألة غير موجودة الدين هو القطيع بغض النظر عن نوع هذا القطيع وأشكاله وانتمعاته المهم هو قطيع حي وهذا الأمر راح أوضحه بعد الفاصل مبدئيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء مبدئيا أرى بأن هذا الحلقة أعتبرها مهمة جدا لأنها تؤسس لشيء لمعظم الأفكار التي أطرحها في هذه القناة فهو شيء توصلت له وأعتبره هو المحور الذي ستنتج عنه كثير من الأفكار الجديدة والمختلفة لا حد بعيد عن الأفكار السائدة سواء على في كل ما يتعلق بالدين وعلوم الدين والدراسات المتعلقة بالدين وهذا الأمر أنا أعتبره يعني أعتبره مساهمتي في هذا الأمر الخاصة وفيها طبعا ملامح من كثير من المفكرين والباحثين في هذا المجال لكنني توصلت إلى شيء أعتبره مختلف عن كل ما هو معروف لكن هذا لا يعني أن هذا الاختلاف هو سيء أو جيد إنما تقييم هذا الاختلاف هذه مسألة أخرى ليسنا الآن في معرض الحديث عنها المهم الآن أن أطرح هذه الأفكار الجديدة المختلفة وبعد ذلك هي مطروحة للجميع ممكن مناقشته وأتمنى هذا طبعا حتى لو كانت مناقشة فيها نقد شديد لها فهذا بالعكس أنا أرحب به جدا لأن الغاية هي أن نفهم ما يجري نفهم الحكاية البشرية بأكملها نفهم لماذا أنا الآن أتحدث معكم وأنقل لكم أفكاري ما الذي يدعوني لذلك في أن أعتبر بها لنفسي وانتهي الموضوع لكن هناك شيء بيني وبينكم هناك رابطة ما تجمعنا معا وهذه الرابطة هي ليست مسألة اختيارية إنما مسألة إجبارية لأننا لا إرادية موجودة لا إرادية نحن نشعر بالإتماء إلى بعضنا البعض فهذا الأمر نشعر بها حتى نشوف الأطفال الأطفال عندما يلتقون مع بعضهم بالطريق ينجذبون على بعضهم تلقائيا حتى الحيوانات الكلاب مثلا أنا أشوف بهولندا دائما يطلعون يتفسحون مع الكلاب دائما عندما يرى الكلب الآخر من جنسه ينجذب له تلقائيا فيبدو هناك رابطة تربط بين الكائنات الحية دائما كل صنف ينجذب إلى صنفه المشابه له حتى لو كان اختلاف بالحجم بأي شيء لكنه ينجذب إلى النظير له في عالم الحياة قلت أن الدين هو القطيع ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بأن الدين هو شيء سابق على الدولة سابق على الجماعة والمجتمع نعرف جميعا أن هناك علوم حديثة هي منها علم الاجتماع وبتنوعاته الكثيرة وهو علم ضخم جدا أصبح خاصة بعد أن أسس له بشكل ممتاز دوركايم العالم الاجتماعي اليهودي الفرنسي دوركايم في مطلع القرن الأشرين يعني حدود مئة عام تقريبا توسع هذا العلم والآن في أنواع لا تحصى من العلوم السوسيولوجيا الفرعية السوسيولوجيا أشكال مختلفة من أنواع السوسيولوجيا السوسيولوجيا الدين وحدة من أجل لكن أنا برأيي بأن هذا العلم هو علم فرعي بسيط جدا من علم أكبر يجب أن نضعه وهو علم الدين ولا أعني بأن العلم الأديان الذي أسس له مولر الألماني مولر قبل نحو قرن ونصف ودكتور خزع الماجدي نشر كتاب خاص عن هذا الموضوع أعني شيء آخر أعمق من هذا وأبعد مدى يعني أقصد بأنه هذا العلم ليس أن له علاقة بالفكر أكثر ما يكون له علاقة بالعلوم المنهجية الوضعية التقريدية والسبب لأن كما قلت أن الدين هو القطيع هذا يعود إلى علاقة بالتعريف الأساسي الذي وضعته وهو التعريف هذا يقول بأن هذا القطيع هو سابق على كل شيء لأننا لا نستطيع أن نتحدث عن العلم ولا نستطيع أن نتحدث عن جماعة ولا عن مجتمع ولا عن دولة ولا عن شيء بدون وجود قطيع فبالتالي القطيع هو الدين نفسه الدين يجب أن يوجد كرابطة بين أفراد الجماعة البشرية أو أي جماعة حية فأي جماعة حية يجب أن تجد ما يربط فيما بينها هو هذا الذي يربط فيما بينها نسميه الدين فبالتالي الدين لا وجود للدين منفرد يعني لا وجود الكائن حي لديه دينه الخاص هذا مسألة يعني هذا يعني مفروغ منها لا يمكن أن نقاش فيها ممكن طرحها لأنه فكرة العلمانية طرحت أنه كل واحد أدى الدين الخاص وهذا هو شيء فرعي من الدين العام بلمسة خاصة لكل فرد مثل ما كل إنسان عنده شكله الخاص لكنني أنا أجتمع مع الآخرين بمواصفاتي البشرية فبالتالي أنا لدي شكل خاص أستطيع أن أقول لدي ديني الخاص لكن أنا في كل الأحوال أنتمي للجنس البشري إلى مواصفات معينة إلى شكل معين لون إلى وهكذا يعني المواصفات الأساسية موجودة عندي لكن هناك مواصفات يعني أكو تمييز بين واحد وآخر لكننا بالنسبة إلى كائن آخر ليس من الجنس البشري يرانا جميعا ككائن مختلف كما نرى الأسود جميعا نحن أسودا لا نفرق بين أسد وآخر إلا عندما نضعه في حديقة الحيوان أو شيء من هذا القبيل والآن السؤال كيف يتشكل الدين قلت أنه تشكل عندما تلتقي جماعة من الناس من البشر أو الكائنات من نوع معين هذه الكائنات تلتقي مع بعضها وهذا الالتقاء لن يحدث على الإطلاق ولا يمكن أن يحدث بدون وجود نظام من الألاقات فيما بينها بمعنى المعاني هذا النظام من الألاقات هو نظام تفرضه الظروف يعني ربما هو لألاقة بنظرية تتطور ممكن هذا بحث آخر ممكن تسليط الضوء على هذه الفكرة لكن دائما هناك ثابت ما يجب أن نبحث عنه لكي يجمعنا معا أي أننا نحتاج دائما إلى كعبة نطوف حولها لكي نجتمع معا الفكرة ليست هي في الكعبة إنما في حاجتنا للاجتماع لكن لا بد من وجود محور ندور حوله جميعا هذا الدواران هو ما نسميه الدين وهذا هو الذي يسمح لنا بإيجاد أو انبعاث أو خلق مجتمع أو جماعة بشرية نحدث عن البشر الآن جماعة متعاونة فيما بينها لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن هذا الاجتماع يتكون بشكل كلقائي وطبيعي ونابأ من حاجة الإنسان إلى الإنسان الآخر لأنه كما نعرف نحن الكائنات الاجتماعية لا نستطيع أن نحيا بدون وجودنا داخل جماعة للطفل عندما يولد لابد مضطر أن يكون تحت رعاية الأب والأم فبالتالي نحن كائنات جماعية هذه الطبيعة هي تفرض علينا وجود ما يجمعنا وجودنا دائما ضمن قطيئة وهذا القطيئة هو الدين نفسه والأن الدين لا يتكون القطيئ لا يتكون بوجود نظام هذا النظام هو الذي يسميه الدين لكن المشكلة وين هنا تعتبر بسبب تكون هذا النظام بشكل تلقائي وشكل غريزي نوعا ما يعني هذا إرادة تدقيق هذا الكلام أنه فكرة الغريزة والدين أنه جزء إلى وجود في الدماغ البشري أنا أقرب هذا المسألة ولكن ليس بمعنى الدين الذي نعرفه بمعنى أنه الحاجة للاجتماع مع بعضنا هي ولدت لدينا جينات تتقبل وجود الآخر النظير لنا وهو الذي يولد لدينا علاقات الاجتماعية والعلاقات الشفقة والإيثار والعلاقات المحبة والزواج والتعاون هذه كلها تولد بالتأكيد لها جذور فيزيولوجية نيرولوجية في الدماغ البشري على كل حال هذا اللي أريد أقوله بأنه نولد هذا الكعب أو المقدس ما يسمى بالمقدس الذي يجب أن نطف حوله جميعاً لكن المقدس سبقه هو مقدس كلمة لها علاقة بالبحوث العلمية ليس لها علاقة بالممارسة الدينية الحياتية العملية عبر التاريخ صحيح كلمة المقدس موجود لكنها تجي بمعاني أخرى المعنى البحثي يختلف إلى حد ما عن المعنى الذي مثلا عندما يقول عتبات مقدسة لا يعني المقدس بالمفهومي كونسب تعني كونسب تعني فهو هذا يختلف المهمة عندما أقول لكم مقدس فهو بالتالي أنا أضع بديل لهذه الأبارة أسمي الثابت الثابت ضروري جداً ويسبق كل شيء آخر إنما سبب وجوده هو متعلق وظيفياً ومصيرياً بالتشكل الجماعة الجماعة تتشكل وفقاً لهذا الثابت وتتمسك به ليس لأنه ثابت بل لأنها مرغمة على إيجاد هذا الثابت الذي يشمع فيما بينها المشكلة هنا ستتضح أكثر إن هذا الثابت يتخذ أشكال متعددة حسب كل جماعة فلها علاقة الظروف البيئية تتأثر بها الحاجات الجماعة طبيعتها يعني كثير من التاريخها ربما تاريخ كل جماعة ربما هم الذين يجتمعون من جماعات سابقة وتتشكل جماعة جديدة لكن في كل الأحوال لدينا مجموعة من البشر ربما وجدوا أنفسهم في جزيرة ما أو في مكان ما في واحة ما منعزلة فاضطروا إلى العيش معاً بعد الصراع ربما لكن في النتيجة جماعة من الجماعات تفوز وهي التي تكون جماعاً مهيمنة هذه الجماعة لن تتشكل بوجود يعني شي سميه حجر حجر رحى تدور حوله من هنا تظهر فكرة الله فكرة الإله فكرة الإله تظهر لأنها فكرة الثابت نفسها الله هو بمعنى المعاني هو القانون القانون الذي يشملنا جميعاً كجماعة فبالتالي نحن نؤمن بوجود قانون والذي هو الثابت بالحقيقة هو الثابت الذي يدور حول الجماعة هو المرساة التي نشعر بحاجتنا لها جميعاً لأنها تعبر عن نظام الألاقات المتشابه الذي يضمنا جميعاً فعدما نذكر كرمة الله حسب أو إله إله مثلاً أشتار في زمن السومريين أو أشتروت في زمن الشان أو بعل أو أي إله في معنى المعاني نقول أن هذا الثابت أو القانون الذي يشملنا جميعاً والذي نقر له ونسجد له ونعبده بالتالي العبادة الآن أصبح لها مفهوم واضح أن هناك قانون أنت تخضع له هذا القانون لا بد أن تخضع له فكرة العبادة هي ليست أن هناك أنا عبد لهذا الإله إنما أنا أطيع أو أطيع نظام الألاقات الذي يجمعنا معاً فبالتالي أنا كلما أصددت طاعة وعبادة للجماعة أنا أصبحت عضواً ناجحاً فيها لكن الصعوبة وإن دائماً تكمل تكمل بوجود شيء اسمه رجل الدين يعني أو لا أو حتى وضع أكثر الآن نبدأ السؤال وفقاً لهذا المنظور لماذا ما الذي يبرر وجود رجل الدين هذا هنا رح نفهم السر وجود رجل الدين وسر أولوية وجود رجل الدين في جميع الجماعات البشرية بدءاً من أقدم لحظة تاريخية إلى يومنا هذا وأنا واثق بأنه رجل الدين بأشكال مختلفة بتأسمعها مختلفة لكن هو وظيفة رجل الدين ستبقى موجودة إلى آخر يوم في حياة البشر وهذا اللي راح أوضحه بعد الفاصل والآن كيف نفسر وفقاً لهذا المنظور ووفقاً له تعريف بأن الدين هو قطية بدون أي أضافة أخرى هو يدون على تفسير كما قلت سبب وجود رجل الدين الدين هو قطية فبالتالي هناك شيء يحدث داخل الجماعة أو شيء يضم أو يجمع شمل الجماعة حول قضية معينة هذه كلها تسمى إله تسمى الدين تسمى النظام أي تسمى حسب المجتمع تسميها ما يشاء لكن كيف نعرف هذا النظام الذي تشكله فيما بيننا ونستطيع اكشافه هنا تظهر المعضلة الكبيرة وهي أننا نشتمع فيما بيننا دون أن نعلم كيف اجتمعنا هذه القضية التي مثيرة للدهشة وأيضا مثيرة للإستعراب وأيضا مثيرة للفضول ولما معرفك هذا النظام الذي يجمع معنا كيف اجتمعنا معنا كيف حدث أنني أحيانا حتى توصل لأمر العلاقات الصغيرة على مستوى علاقة الرجل بأمرها لكن هذا الأمر أحبها لكنه ما يعرف سبب الحب ما هو سبب هذا الشغل بهذا الأمر نفسه يحذر بالجماعة البشرية لكنه من علاقة الحب والعلاقة المودة التي تنتظم بيننا جميعا وبحيث تسمع لنا بشكل جماعة متعاونة متحالف ما بينها وأيضا متخاصمة لكن على مستويات محددة لا تتجاوز السقف الدين النظام العلاقات الذي يربط فيما بيننا ولا يسمح بكسر أواصل هذه العلاقات إذن هذا النظام الذي تشكله والذي لا نعرف حققته جيدا بحاجة إلى من يستكشفه وبحاجة أيضا إلى من يرعاه لأنه هو الذي سبب وجودنا فأحنا لا نستطيع أن نستمر بدون وجوده لكننا لا نفهمه جيدا هنا الموضلة فبالتالي هناك يظهر تلقائيا من يفهم في هذا النظام ويقول أن هذه القضية لا تنطبق مع النظام الذي تحالفنا وتعالفنا وتوافقنا عليه بالتالي يظهر مع الوقت كلما تطورت جماعة المشهر يظهر بأمان من ينبه الجميع لأنه خرج على الإجماع أو ما يسمى الإجماع بالتعبيرات الدينية التي ظهرت لها أو الجماعة أو الكنيس كل دين طلع أو الصراط أو حتى الزرارة السياعة أيضا هذا المفهوم الصراط نفسه والدارما الطريق أيضا أو التاو ويقول لهم معاني إحلاقة بريئة فلكن ما هو هذا الطريق هذا الطريق الذي يجمعنا ويجعلنا نسير فيه في فضاء الحياة الشاسع والعالم الشاسع الذي لا قرار له ولا لا استقرار كيف جعلنا هذا الطريق نستمع معا وجعلنا نقاتل من أجل نبقى من هذا الطريق لك نتفتت ونتشتت ونتسرب بلا عودة في أفاق على العالم النهائية إذن يظهر مع لوقت رجل الدين وجود رجل الدين مسألة لا لا يمكن أن يتخلى عنها أي جماعة هذه المسألة ضرورية وأساسية بالتالي نستطيع أن نفهم سر وجود رجل الدين رجل الدين هو هذا هو يستكشف ما تحالف وتعالف عليه الجماعة وبالتالي هذا يفسر كثير من الطلايا التي طالما أشبعت بحوثا لكن دون وجود مخطط أو فكرة أولية أو مفهوم أولي ممكن ممكن أن يتم الرجوع لكي يستطيع بعد ذلك أن واحد يستنبط الأفكار ويفسرها بطريقة تؤدي لنتائج لها معنى لكن الشيء قبل هذا كله لازم نأكد وأن رجل الدين لا يمكن له أن يوجد بدون وجود الدين نفسه فبالتالي الدين يسبق رجل الدين دائما مثلما يسبق الدولة ويسبق الجماعة ويسبق جميع الدين هو الإرادة الأساسية التي تدفع جميعا للإجتماع معا نظام الإرادة ماذا صحة تسمية ليس الإرادة يعني ممكن تفكر في فرق بينه لكن الآن ما بعد هذا أن الدين هو الأساس والقطيع وهذا القطيع هو نظام محدد جعل وجود القطيع أو جماعة ممكن هذا الوجود خلق حاجات الأساسية لكي يبرر ذات وكي يفهم ذات لكي يحافظ على الأواصل الطبيعية والتبقائية والذاريزية التي ظهرت التي جمعت ما بينه يجي رجل ويستكشف هذا الرابط ويحاول أن شخص هذا الرابط ويقول أن هذا الرابط يجب المحافظة لأن هذا أساس من أسس اجتماعنا وإتقائنا مع بعض فبالتالي هو يستكشف هذه العلاقات مثلا على سبيل المفتاح ألاقة جنسية بين أمرأة ورجل فهذا النظام الألاقات تشكلت العلاقات الجنسية بهذه الطريقة يأتي رجل ويقول أنه ما رأى شيء مختلف عن نظام الطريقة التي جرت التآلف عليها بين هذه الجماعة في نمط الألاقات الجنسية يقول لا هذه الطريقة تختلف هذا خروج على الجماعة هذا انتهاق صارخ هذا ازراء بالدين كما نسمع عن الحديثة يعني مصر في زمن هذا كفر أسماء مختلفة لكنه في النتجة يجيقوا شيء واحد أنه هذا النظام الذي يجمع فيما بيننا تم انتهاك انتهاك بشكل صارح ويجب الحد من عنده الناس بعد ذلك بدأت تشعر أهمية وجود هذا الرجل لماذا؟ لأنه هم يعرفون لأنه بشر كل واحد هو خاصة وتجربته وأنه فهم الخاصة وقع بياك الخاصة فبالتالي حتى يعرف كيف يتصرم داخل الجماعة كيف يعني يتم تربية الجماعة وفقا لهذا المعنى أيضا طبعا تتطور المسألة لأنه حدث عن المعالم الأولى لتشكل الجماعة الدينية وكيف يتطور الدين فيما بعد ليس الدين يتطور اكتشاف نمط العلاقات بين الأفراد مع الزمن لكن النمط الذي يجمع بين الجماعة يبقى على حد بعيد هو نفسه إلا في حالة أن انهارت هذه الجماعة وتشكل بظهرة حالة وجود دين جديد وهذه هي التي تختلف القطيع المناسب له وليس العكس يعني القطيع لا ينتج دينا على الإطلاع إنما الدين هو الذي ينتج القطيع إنما الظروف والواقع الذي يحيط بجماعة من البشر هي التي تجبرهم على الغرائدهم بالتالي هل نستطيع فهم غور الإسلام مثلا واستمرار بهذه الطريقة نستطيع فهم مسيحية لماذا ظهرك واستمرار بهذه الطريقة ممكن ممكن معالم أديان جمع سمع قطعان معين هنا قطعان بشرية هنا هنا لكن فشلت هناك نمط من التجمع سمعت الظروف في ذلك الزمان لأن تظهر من خلال الجماعة هذا الذي يسمي الدين المسيح لكن بالحقيقة الدين المسيح هو السابق على ظهور المسيحيين والدين الإسلام هو السابق على ظهور الجماعة الدينية الإسلامية بتعليم المواندين من الحص الدين الإسلامي في زمن مثلا الإمام علي أو حكة معاوية أو حكة زمن بداية الدولة الأموية وبدأ دولة العباسية ليس مثل الدين الذي ظهر زمن رسول محمد وحسب موسيح الرواية لكن أنا معافظ بأنه الدين تشكل وحكة الرسول في مكة حسب الرواية الإسلامية ليس هو نفسه هو الرسول في المدينة لماذا؟ لأنه تشكل الدين معاوية يعني تشكل رغما عنه كان في فترة المكتية يؤمن بالكتاب والنصوص المقدسة الموجودة بالتورا والإنشي لكنه بعد ذلك في المدينة الدين الموجود الطبيعة الموجودة الموافق الذي يعيش عاشه الرسول في المدينة ويطرب أول سنتين حتى ما عليه أن يعود إلى الكعبة وأعتبره مركز والعالم مركز الدين الجديد الذي تدور حوله ويطور حوله الجميع وهذه الكرة المقدسة هي أكثر أهمية عن درائيل من رمز الإلهي مثلا الله لا بأس لكنه فكرة الجماعة هي الكرة الأساسية الباقي كل أسماء أسماء وصفاك وخلافات حوالك كل تفاصيل لكن قضية الأساسية أنه مجتمع على قضية وهذا نمط العلاقات هو الذي تشكل فيما بينهم حتى ربنا الدين الإسلام نجد أنه التفاصيل موجودة للعصر السابق على الإسلام وحتى العادات والتقاليد والصلوات ونمط التفكير أيضا تقريبا هو نابع من طبيعة المجتمع أو الجماعة التي كانت تعيش في ذلك الزمن فلكنها أخذت صيغة جديدة ليس لأنها أرادت أن تكون هذه الصيغة جدا لأن هذه غروف سمحت بوجودهم ولم تسمح بظهور شماعات أخرى هذا الذي أريد أن أنبه مثل المعنوين مثل انقرضوا وجدوا لهم دين الجد لأنهم انقرضوا لماذا لأن غروف تغير يعني محصلة العلاقات الضخمة التي لا يمكن حصائها يعني صعب نعرف في العوام التي أدت لظهور دين ما لكن هذا دين وجد وانتج رجاله الآن أعود لكلمة أنه من ذلك الرجل رجل الدين بالتالي هو الذي يقف لمعاتبة نظام الأعلاقات التي تولد داخل الجماع وهذا الوجود هو ضروري جدا وأمر لابد منه لأنه يحافظ على استمرار هذا النظام الذي تشكل بين الجميع كما قلت المشكلة عين أنه رجل الدين يؤدي وظيفة ل استمرار النظام أصلا وفي الأصل الغامض لهذا فنجد أن أمله لا يتوقف ليس في إتشاف قوانين وأنظمة جديدة بل إتشاف القيم الغامضة التي تحرك النظام سعيب وهذا لا يفسر لماذا يرتبط الدين بالماضي ولماذا يتصر الدين بالأمل بالمحافظة والتخليدية ويفض الجديد هذا ليس تضيفته هو أصلا وجده داخل عالم جديد دين يظهر في عالم جديد مختلف هو يريد أن يثبت حاله هو عدم يريد أن يثبت نفسه فلابد أن يحافظ على ما تم التثبيته فأي شيء جديد بالنسبة له عامل تهديد بغض النظر عن قيم هذا يسر من الرجل الدين فورا لا 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 تقول لي هذا شيء مفيد أنا لا أفكر عن هذا الموضوع الرجل يقر قضيفته يقر قضيفته أنه يحافظ على استمر الجماعة وأي عامل جديد يدخل مثلا الدراجة طائرة السيارة مفيدة حتى علاج علاج الأمراض رأسا ينفض لأنه تلقائيا ينفضه غريزيا ينفضه هو يقر أنه حافظ على الجماعة الجماعة لا يمكن أن تستمر بوجود أي جديد هو أصلا الجماعة وجدت لكي ترفض الجديد قطيع أصلا موجود حتى يرفض أي جديد هو يريد يستمر على الوضع الذي وجد وجد نفسه عليه وإن وجد شيء جديد بالتالي ويدمر نفسه بنفسه ورأح حدث عن لماذا المفكر داخل هذه جماعة دائما شخص مرفوض بل وعامل تهديد خطير جدا لها ولبقائها بعد الفاصل رأح حدث عن ما هي العلاقة بين الدين والدولة وأيضا المجتمع أو الجماعة ما الذي يربط بين هذه القضايا المختلفة وأيضا طبعا حكام بين الهجر الدين ورجل الحكم هذا راح تحدث عنه بعد الفاصل طبعا هذه الحلقة من المناسب وهي علاقة حقها قبل سنة نصف شرطة وهي أن الدين المجتمع ظاهر ديني وليس ظاهر إجتماعي وأتمنى العودة لتلك الحلقة وهي حلقة تنجي على جزء نشرح وليس نشرح ببضعة أشهر مع السلام ترجمة نانسي قنقر